موسيقى موسيقى مشاهدين الكرامة صعد الله وقاتكم بكل خير نشرة الأخبار الأولى من قناة السعودية وهذه عنوينها خادم الحرمين الشريفين رأس جلسة مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين استقبل وزير الدفاع الصيني المملكة ترفض وستستنكر الإعلان الذي أصطرته الإدارة الأمراكية بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة موسيقى أهلا بكم بسم الله الرحمن الرحيم رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أهل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة في مدينة الرياض وفي بداية الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحو الاتصال الهاتفية الذي أجراه بأخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة ونتائج استقباله فخامة الرئيس داني فور رئيس جمهورية سيشال ودولة رئيس وزراء جمهورية غرغستان محمد غالي أبو الغازيف وأوضح وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبد الله الشبان في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء جدد رفض المملكة العربية السعودية التام واستنكارها للإعلان الذي أصدرته الإدارة الأمريكية بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة وتكيد المملكة على موقفها التابت من هضبة الجولان وأنها أرض عربية سورية محتلة وفق القرارات الدولية ذات الصلة وأن محاولات فرض الأمر الواقع لا تغير في الحقائق شيئا وأن إعلان الإدارة الأمريكية هو مخالفة صريحة لمثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وللقرارات الدولية ذات الصلة وستكون له آثار سلبية كبيرة على مسيرة السلام في الشرق الأوسط وأمن واستقرار المنطقة كما جدد دعوة المملكة للأطراف كافة إلى احترام مقرارات الشرعية الدولية ومثاق الأمم المتحدة وشدد المجلس على استنكار المملكة وإيدانتها الشديدة للهجمات المسلحة التي وقعت في الصومال وأفغانستان ومالي بعد ذلك تطرق مجلس الوزراء إلى بعض النشاطات والفعاليات الاقتصادية والثقافية التي تمت خلال الأسبوع وعد في هذا الشأن إطلاق خادم الحرمين الشريفين أربعة مشروعات نوعية كبرى في مدينة الرياض بتكلفة إجمالية تبلغ ستة وثمانين مليار ريال نقلة كبيرة في تحصين جودة الحياة وتوفير الفرص للمستثمرين من داخل المملكة وخارجها في إطار تحقيق أهداف رؤية المملكة عشرين ثلاثين مثمنا جهود لجنة المشاريع الكبرى برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع التي تقوم على هذه المشروعات الأربعة التي ستسهم بمشيئة الله في إيجاد سبعين ألف فرصة عمل جديدة للمواطنين في مختلف القطاعات وبين وزير الإعلام أن المجلس أكد أن رعاية خادم الحرمين الشريفين حفل تسليم جائزة الملك فيصل العالمية في دورتها الحادية والأربعين وتسليم الجوائز للفائزين وافتتاح مؤتمر الأرشيفات العربية تحت رعايته يجسد حرصه على تشجيع العلماء وتتويجهم وحرص المملكة على توطيط علاقتها بالعلم والمعرفة كما أن رعايته الحفل الختمي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل الثالث يعد تقديرا للجهود المبذولة للعنية بالإبل وتشجيع ملاكها من خلال تنظيم هذا المهرجان السنوي الذي يعنى بهذا الموروث الأصيل والعميق في تاريخ المملكة وأصدر مجلس الوزراء القرارات التالية أولا التباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في المملكة ووزارة العدل في روسيا ثانيا الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين المملكة وتونس ثالثا الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين المملكة وكوريا رابعا الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة في المملكة ومكتب المساءلة الحكومية في أمريكا خامسا الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للثقافة سادسا الموافقة على تنظيم مركز الإسناد والتصفية سابعا الموافقة على تنظيم صندوق البيئة ثامنا واحد إنشاء مركز وطني للأرصاد ومركز الغطاء النباتي ومركز مكافحة التصحر ومركز تنمية الحياة الفطرية اثنان إلغاء الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في الهيئة السعودية للحياة الفطرية تاسعا الموافقة على تطبيق غرار مجلس التعاون بشأن الوقاية من العنف الأسري عاشرا وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشر والرابعة عشر وذلك على النحو التالي واحد ترقية سعد بن عبدالله بن فهد العنجري إلى وظيفة وكيل الإمارة للشؤون الأمنية بالمرتبة الخامسة عشر بإمارة منطقة حائل اثنان ترقية عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم الحمدان إلى وظيفة مدير عام فرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة بالمرتبة الرابعة عشر بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والرشاد ثلاثة ترقية محمد بن رزيق بن سليمان الحربي إلى وظيفة مدير عام الإدارة القانونية بالمرتبة الرابعة عشر بوزارة الصحة أربعة ترقية عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الربيعة إلى وظيفة مدير عام الشؤون الصحية في منطقة الرياض بالمرتبة الرابعة عشر في وزارة الصحة خمسة تركية عبدالله بن ناصر بن عبدالله بن علي مقبل إلى وظيفة مدير عام الشؤون الصحية في منطقة عصير بالمرتبة الرابعة عشر في وزارة الصحة ستة تركية عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد الضويحي إلى وظيفة مدير عام التطوير الإداري بالمرتبة الرابعة عشر بوزارة الشؤون البلدية والقروية سبعة تركات المهندس عبدالله بن مصلح بن سالم القحطاني إلى وظيفة مهندس مستشار زراعي بالمرتبة الرابعة عشرة في أمانة منطقة عصير وطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أحماله وأصدر حيالها ما رأى استقبل خادم الحرمين شريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود في مكتبه بقصر الامامة في الرياضة اليوم مستشار الدولة وزير الدفاع في جمهورية الصين الشعبية الفريق أول وي بونكا وأجرى خلال الاستقبال استراض سبو لتعزيز وتطوير مجالات التعاون بين المملكة والصين وبخاصة في المجال العسكرية حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء دكتور مساعد العبان ووزير الخارجي أبراهيم العساف كما حضره القائم بالأعمال في السفارة الصينية لدى المملكة شي هونجوي ونائب قائد منطقة القتال الوسطى قائد القوات الجوية هان شينجيان ونائب قائد القوات البرية الصينية ليو فا تشينج ونائب رئيس مكتب التعاون العسكرية الدولي للجنة العسكرية المركزية سونجيان تشاو اعربت المملكة عن رفضها التام واستنكارها للإعلان بل واستنكارها للإعلان الذي أصدرته الإدارة الأمريكية بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة وأكدت المملكة على موقفها التابت والمبدئي من هضبة الجولان وأنها أرض عربية سورية محتلة وفق القرارات الدولية ذات الصلة وأن محاولات فرض الأمر الواقع لا تغير في الحقائق شيئا وأن إعلان الإدارة الأمريكية هو مخالفة صريحة لمثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وللقرارات الدولية ذات الصلة بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الرقم 242 لعام 1967 ورقم 497 لعام 1981 وستكون له أثار سلبية كبيرة على مسيرة السلام في الشرق الأوسط وأمن واستغرار المنطقة ودعت المملكة العربية السعودية كافة الأطراف إلى احترام مقرارات الشرعية الدولية ومثاق الأمم المتحدة في أخبار المناطق بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جزان خلال لقائه وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان والوفد المرافق لا بحث الموضوعات التي تهم معامل الوزارة والخدمات التي تقدمها لمنسوب الإدارات الحكومية سبل التعاون بين إمارة المنطقة ووزارة الخدمة المدنية وغيرها من الجهات الحكومية في عدة مجالات لتقديم أفضل الخدمات للمواطن منوها سموه بدور الوزارة في رفع مستويات الأداء الوظيفي وتحقيق الكفاءة الشاملة وتطوير العملية الإدارية التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض برئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في المنطقة الشيخ عبد العزيز النصار وعدد من أعضاء الجمعية واستمع سموه إلى شرح عن عمال الجمعية وأبرز الأنشطة الحالية والمشروعات في مجال تعليم وتحفيظ كتاب الله افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية فعاليات ملتقة تدريب التقني والمهني تحت شعار تقني مهني أبني وطني بحضور محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفيد الذي تنظمه الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني في المنطقة في مقر الإدارة بالدمام وطلع سموه على المشاريع المستقبلية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني كما استمع لشرح مفصل عن المشاريع والبرامج التدريبية من قبل المتدربين والمتدربات عقب ذلك كرم أمير المنطقة الشرقية رعاة وشراكات ثم تسلم سموه هديتين تذكريتين بهذه المناسبة التقى صاحب السمو الملكي لامير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظه جدا اليوم الدكتور عبد الله بصفر بمناسبة انتهاء فترة عمله أمين عام للهيئة العالمية للكتاب والسنة قدم سموه شكره للدكتور بصفر نظير الجهود الموفقة والأعمال التي قدمها خلال فترة عمله أمين عام للهيئة العالمية للكتاب والسنة سائلنا الله أن يكتب له الأجر والثواب مؤكدا سموه أنه يعد من رجالات الوطن الأوفياء والمخلصين الذين لهم بصمات واضحة في خدمة حفظة كتاب الله التقى صاحب السمو الملكي لامير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم أمس رئيسة وأعضاء مجلس إدارة جمعية رعاية وتجهيز الموتى ببريدة تجهيز بمناسبة صدور موافقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالترخيص للجمعية لمزولة عملها ونوه أمير المنطقة بدور جمعيات البر في تقديم خدمات نوعية لمستفيدها والتوسع في أعمالها مشيرا إلى أن الجهات الخيرية في المنطقة تحظى بالتنوع الشامل من جهة ثانية دشن سمو أمير منطقة القصيم أمس فعاليات سبوع البيئة الأول في المنطقة الذي يقام بالتزامن مع حملة أرض القصيم خضراء للمرحلة الرابعة وذلك بمنتزه القصيم الوطني كما دشن الأمير فيصل بن مشعل المتحف الحبارة على مستوى المنطقة بالدعاون مع الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارة عبر إطلاق عدد من الطيور فيما افتتح المعرض المصاحب لأسبوع البيئة بمشاركة الجهات الحكومية عقب ذلك بدأ الحفل المعد بهذه المناسبة حيث توالت الكلمات التي أكدت على رفع الثقافة البيئية وطرق الحماية والتوعية ورشاد البيئية في جميع محافظات المنطقة بعدها نوها سمو الأمير فيصل بن مشعل بالتأصيل الإسلامي في الحفاظ على البيئة داعيا سموه لإنشاء رابطة للحفاظ على البيئة تنبثق من لجنة أصدقاء البيئة لافتا لانتباه إلى همية إرساء القوانين الكفيلة بحماية البيئة والحرد من المشاكل البيئية ونبقى في منطقة القصيم حيث أكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أن معارضة كل أيام وطنية يدل على عمق الولاء والمحبة لهذا الوطن وقيادته جاء ذلك خلال زيارة سمو أمير منطقة القصيم للمعرض المقام في الاحتامول في مدينة بريدة ونوها الأمير فيصل بن مشعل أن منطقة القصيم تميزت في إبراز تطور الجهات الحكومية الذي تسعى القيادة إلى تطويره ومواكبة العصر من تقنية وتقدم وتأهيل شبابها ليكونوا خبراء في هذا المجال وطلع سمو على الخدمات التي تقدمها عدد من الجهات الحكومية والخاصة للمواطنين مستمعا لشرح عن ما يتضمنه المعرض عندما نرى مثل هذا المعرض ونرى المشاركة فأنا سبقا ذكرتها حتى في معرض الكتاب السابق وقلت ما يميز هذه المنطقة منطقة القصيم هي أنها تعرض لمنجزات القطاعات الحكومية ليس فقط للقطاعات التجارية أو لمثلا الشبابية أو للقطاع الخاص أو تعليم أو غيره وإنما لتطور القطاعات الحكومية ونبقى في منطقة القصيم حيث أكد الأمير فيصل بن مشعل أن ما جرى في البؤتمر العلمي الأول لجمعية أصدقاء بنوك الدم في المنطق المقام مؤخرا يعد فخر واعتزاز كما انعكست من خلاله العديد من التوصيات العلمية الفعالة لتطوير إدارة التبرع بالدم جاء ذلك خلال تكريم سموه المشاركين في تنظيم المؤتمر العلمي الأول لجمعية أصدقاء بنوك الدم والبالغ عددهم 55 مشاركا تحت شعار إدارة أفضل للتبرع بالدم وقدم عرض مرئي عن المؤتمر استعرضت من خلاله بل استعرضت من خلاله عدد من المشاركات بالإضافة إلى ورشتي عمل جرى تقديمهما لتعزيز إدارة أفضل لطرق التبرع بالدم بعد ذلك تسلم سموه التقرير الختمي للمؤتمر كما أكد سمو أمير منطقة القصيم على أهمية دور أعضاء الجمعيات الزراعية وأن عضوية أي كيان معين هو العمل مطالبا بجهة لحوكمات الجمعيات وتقييم أدائها مشيرا إلى ضرورة التوعية بالإرشاد وخطر سوسة النخل جاء ذلك خلال افتتاح الأمير فيصل بن مشعل حفل اللقاء الإرشادية التاسع لتعزيز القدرات وتبادل الخبرات الزراعية المنعكد في المركز الثقافي في مدينة بريدة ونوها سمو أمير المنطقة بما شاهده من نتائج مشرفة للزراعة يفتخر بل يفتخر بها الجميع مشيدا بجهود الوزارة التي أدت دورها على أكمل وجه واستعرضت خلال الحفلة التوجهات المستقبلية لوزارة البيئة والمياه والزراعة وتجول سمو أمير المنطقة على المعارض المصاحب للملتقى ومن القصيم إلى الباحة حيث ورعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة اليوم فعاليات مبادرة لنحييها إحدى مبادرة مجلس شباب منطقة الباحة التي تعنى بمرضى الفشل الكلوي وذلك بقاعة الحسام للمؤتمرات والمعارض وقام الأمير حسام بن سعود بقص الشريط للمعارض المصاحب إذانا بفتتاحه ثم تجول به واستمع إلى شرحا عن أركانه بما بعد ذلك بدأ الحفل المعد بهذه المنسبة الذي يهدف لتوعية وتثقيف أفراد المجتمع على أحد أهم الأمراض المتفشية في هذا العصر وهو الفشل الكلوي بعد ذلك تولت فقارات الحفل إترادا لكدشن الأمير حسام بن سعود الموقع الرسمية لمجلس شباب منطقة الباحة ترأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة في محافظة ينبع الاجتماع الثاني لهيئة تطوير المنطقة واطلع المجلس خلال الاجتماع على آخر مسجدات خطة العمل لمشروع الرؤية والاستراتيجية ومبادرات التطوير كما استعرض المجلس عددا من المواضيع التنموية في المنطقة كما ترأس الأمير فيصل بن سلمان اجتماعا بمركز الملك فهد الحضاري في محافظة ينبع بأعضاء المجلس البلدي والمحلي ونقش احتياجات ومطالب المحافظة من الخدمات اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزامير منطقة الحدود الشمالية خلال لقائه محافظة الهيئة العامة للجمارك أحمد الحجباني وعدد من مسؤول الهيئة اطلع على أبرز مشروعات تطوير وتأهيل منافذ المنطقة واشدد السمو على أهمية التطوير والتأهيل لجميع المنافذ بشكل دوري وتحسين مستوى حركة العبور للمسافرين والشاحنات أكد الأمير فيصل بن خالد على أهمية الدور المناطب الجمارك لحماية حدود الوطن والخدمات والتسهيلات التي تقدمها عبر مختلف المنافذ الحدودية والجوية البحرية نوها صاحب السمو الملكي الأمير حمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض بدور الجامعات السعودية وما تقوم به من تأسيس جيل شاب قادر على قيادة الحركة التنموية بالمملكة بشتى المجالات جاء ذلك في كلمة لسمو خلال رعاية اليوم حفلة تخريج الدفعة 11 من طلاب جامعة اليمامة الذي يقيم بمقر الجامعة في الرياض ولفت سمو النظر إلى أن رؤية المملكة 2030 أحد أهدافها الوطن الطموح القادر على التأهيل كوادر وطنية وإمكانيات عالية المستوى في عدة تخصصات التي تمكنها من صناحة النجاح في المجالات كافة وفي ختام الحفل تم تكريم الشركاء وعضاء هيئة التدريس والخريجين من جهة ثانية شرف الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز أمس حفلة سفارة جمهورية اليونان بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها وذلك بمنزل السفير في الرياض وكان في استقبال سموه في مقر الحفلة السفير جمهورية اليونان لدى المملكة وعدد من المسؤولين في السفارة أكد صاحب السموه الملكي لامير تركي بن هدلول بن عبد العزيز أمير منطقة نجران بالإنابة حرص القيادة في العمل على تطوير الجهات الحكومية عبر المشروعات التقنية المتطورة جاء ذلك خلال ترأسه اليوم لاجتماع بين أمارة المنطقة وشركة الاتصالات السعودية لتطوير وتعزيز التقنيات الحديثة بالأمارة والمراكز التابعة لها بما يخدم المواطنين والمواطنات وثمن سموه توجهات ومتابعة صاحب السموه الأمير جلوي بن عبد العزيز أمير منطقة نجران الرامية لرفع مستوى الأداء العملية والإدارية بأمارة المنطقة ومحافظاتها ومراكزها زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مجرن نائب أمير منطقة حائل فرع مؤسسة سليمان الراجح الخيرية واطلع سموه على الخدمات التي تقدمها المؤسسة بمختلف المجالات وفق استراتيجياتها إطرى ذلك أطلق الأمير فيصل بن فهد أعمال لجنة المنح الخيري في مؤسسة سليمان الراجح الخيرية لعام 2019 وشهد سموه أعمال الجلسة الأولى للجنة بعدها تجول نائب أمير المنطقة داخل جامع الراجح واستمع لنبذة عن الجامع منذ إنشائه ثم تفقد نائب أمير المنطقة مرافق الجامع وخدماته نشرتنا مستمرة فيها بعض الفاصل وسط مشاركات عالمية انطلاق فعاليات طلعة الربيعية ضمن موسم الشرقية 2019 أهل بكم من جديد عقد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله للشيخ اجتماعا مع رئيس مجلس الأمة الكويت مرزوق الغانم وذلك بمقر المجلس في الرياضة وأشهد الدكتور على الشيخ خلال اللقاب عمق للعلاقات والروابط الأخوية التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين موضحا أهمية تبادل الزيارات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة وتعزيز التعاون البرلماني المشترك بتنوع وشمولية جاءت فعالية طلعات ربيعية ضمن موسم الشرقية 2019 لتعكس الاستمتاع بموسم الربيع وسط مشاركات عالمية وفعاليات ترفيهية وتسويقية وفرق غنائية المزيد في سياق التقرير التالي طلعة الربيعية جاءت بطابع خاصة يعكس الاستمتاع بموسم الربيع ضمن فعاليات موسم الشرقية 2019 الفعالية احتضنت العديد من الأنشطة الترفيهية والأكواخ التسويقية المسرح الروماني توسط ساحة الطلعة الربيعية بمشاركة فرق غنائية وموسيقية عالمية إضافة إلى ممر ربيع السكورة وفرقة عائلة المرايا العالمية التي جذبت العائلات والأطفال صراحة شفنا شيء ممتاز في الإفنت هذا شفنا تطورات تشكر هيئة الترفيه على كل الأشياء اللي مسوينا هنا للسياح للأمانة يعني في تطورات ممتازة جدا وتعد هذه الفعالية من أبرز الفعاليات في موسم الشرقية 2019 والتي تميزت بالتنوع والشمولية وروعة المكان الذي اكتسى بورود الربيع علي الشهري الشاطي بلازا الدمام انطلقت تعمل المؤتمر والمعرض السعودي للروبوتات بتنظيم من الهيئة الملكية لجبال وينبع ذلك بحضور عدد من المسؤولين بمركز الملك عبدالله الحضاري في مدينة الجبيل الصناعية ويناكش المؤتمر المستمر لمدة ثلاثة أيام عددا من المواضيع المهمة لتطوير قطاع الروبوتيكس مثل التصنيع الذكي وتطبيقات الأتمتاء كما أقيم على هامش فعاليات اليوم الأول ورشة عمل عن مجال ريادة العمال في مجال الروبوتيكس كما استضاف المعرض المصاحب أبرز الجهات البحثية والأكاديمية والصناعية الفاعلة في مجال الروبوتيكس في المملكة أطلقت شركة المياه الوطنية موثلة بالإدارة العامة لخدمات المياه في منطقة جزان المرحلة الأولى من خدماتها الإلكترونية عبر فرعها الإلكتروني لخدمات العملاء في منطقة جزان والتي تعد نقلة نوعية في التحول الخدمي لغطاء المياه والخدمات البيئية في المنطقة وتهدف هذه الخدمات إلى الارتقاء في مستوى الجودة التي تقدم للعملاء في المنطقة وتسهيل تعاملاتهم في تقديم الطلبات ومتابعتها انسجاما مع مبادراتها للتحول الرقمي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 هذا كما وجه الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية جميع العملاء في المنطقة التسجيل بالفرع الإلكتروني للشركة للحصول على أرقام الحسابات الجديدة لتمكينهم من إدارة حساباتهم ألكترونية وللحديث أكثر مشاهدين الكرام عن هذه النقلة النوعية ينضم معنا من الرياض عبر الهاتف مدير عام التحول الرقمي وتقنية المعلومات الأستاذ يوسف أصحباني أهلا وسهلا بك أستاذ يوسف ثم بداية حدثنا عن الهدف من اتجاه الشركة الوطنية للمياه إلى التحول الرقمي بشكل عام تفضل بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله حقيقة انتجام ما تطورا لحاصل التطور الرقمي لحاصل في المنطقة العربية السعودية تسعى الشركة الوطنية إلى التحول الرقمي بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة لتلبية الدموحات والتوقعات من العملاء والمواطنين وذلك بتاعة الخدمات الترونية لهم دون الحاجة لزيارة المعكسة للخدمات وكذلك أيضا تشيل عليهم بإنه وتنفير الوقت لهم نعم أستاذ يوسف مع هذا التحول قامت الشركة بتغيير أرقام حسابات العملاء هل كانت تحدثنا أكثر عن هذه الخطوة ولماذا؟ صحيح حقيقة هي أسباب تقبانية بحثة كجزء من تغيير النقام والأهمية تربط بعنظم أخرى ذات علاقة وهذه خطوة لمعكبة البلحة المقبلة بإذن الله نعم الأستاذ يوسف السحباني مدير عامة تحول الرقمي وتقنية المعلومات شكرا جزيلا لك أن كنت معنا في هذه النشرة في إطار المساعدة اللغاثية والأعمال الإنسانية التي يقدمها مركز الملك سلمال للغاثة للشعب اليمنى في مختلف المحافظات حيث دشن المركز الدورة الثانية من المرحلتين التاسع والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في محافظة مأرب استقبلت اللجنة الخاصة بإجراءات الدورة سبعة وعشرين طفلا مجندا ليخضعوا لتأهيل نفسي واجتماعي لمدة خمسة واربعين يوما بهدف إعادتهم إلى حياتهم الطبيعية بعد تجنيدهم قصرا من جهة ثانية اختتم المركز دورة صيانة الجوالات لمعيلات الأسر في عدن ضمن مشروع تحسين سبل العيش في اليمن هذا فيما وصل المركز البرامج المهنية لتمكين الشباب بمدرية تريم في محافظة حضر موت للأسبوع الثالث حيث تستهدف خمسة واربعين شابا من مختلف مناطق المدرية وعلى الصعيد الميداني اليمني حررت قوات الشرعية بإسناد من طيران التحالف العربي مناطق جديدة في مدرية اكتاف في محافظة صعدة بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوث الانقلابية وأشرت مصادر عسكرية إلى أن العمليات اسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحة في صحوف الانقلابيين لافتا إلى أن قوات الشرعية استعادت الكثير من الأسلحة التي نهبتها ميليشيا الحوثي من مخازن الدولة أتي ذلك في الوقت الذي سيطرت فيه قوات الجيش على الخط العام الرابط بين مدرية دمت ومديريتي النادرة والسدة في محافظة أب وسط البلاد يعقد مجلس الأمن اليوم جلسة يناقش خلالها تطورات القضية الفلسطينية عقب المسجدات الأخيرة في قطاع غزة يأتي ذلك فيما تواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمواقع أهداف مدنية في قطاع غزة أفدت مصادر فلسطينية بأن أكثر من ثلاثين غارة جوية شنتها طائرات الاحتلال على مواقع أهداف في مختلف المناطق بالقطاع ملحقة دمارا كبيرا في ممتلكات المواطنين الفلسطينيين كما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي بعدد من القذائف مواقع أهداف قريبة من الشريط الحدودي في الشرق القطاع فترتنا الإخبارية انتهت مشاهدين الكلام بقيت تذكير بأبرز علاوينها خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين استقبل وزير الدفاع الصيني المملكة ترفض وتستنكر الإعلان الذي أصدرته الإدارة الأمراكية بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولدية لنسورية المحتلة مشاهدين الكرام شكرا على طيب المتابعة في أمان الله موسيقى 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 اشتركوا في القناة